أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم كثيرا نبدأ مجلسنا ونستأنف ما كنا وقفنا عنده قد وقفنا عند قوله تعالى إن الله فالق الحب والنواء هذه أيها الإخوة احتجاجات بالربوبية على الألوهية الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هؤلاء المشركين وكيف أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والآلهة ثم جاء يوم القيامة فخذلتهم هذه الآلهة ولم يجدوا منها أي مساعدة ولا عون ولا وجود ثم الله سبحانه وتعالى ينقل النبي صلى الله عليه وسلم وينقلنا معه إلى أدلة ألوهية الله سبحانه وتعالى وهو الله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له فيقول إن الله فالق الحب والنواء ولاحظوا الأدلة والإخوة كيف يستدل الله بأشياء يعرفها كل الناس المزارع يعرفها والمشاهد الذي يشاهد النجوم يعرفها والذي يسير في الأرض يعرفها فليست الأدلة التي يستدل بها الله على ألوهيته أدلة دقيقة لا يعرفها إلا قلة من المتخصصين أو من الباحثين ومن طلبة العلم وإنما يقول إن الله فالق الحب والنواء هذا أمر يشاهده كل مزارع هو الذي يفلق الحبة فتنبت بإذن الله ولذلك أفرأيتم يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكه ما هو دورك أنت أي المزارع دورك أنت بس سبب تلقي البذرة في التراب نحن ننبتها بإذن الله ولو شاء الله لجعلها لا تنبت صح ولا لا ثم يقول الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح لاحظوا كيف عبر عن خروج الفجر من الليل كأنه انفلق يحصل في ظلمة الليل وهذا تصوير رائع جدا لخروج الفجر فيقول فالق الإصباح وقرأ الحسن البصري فالق الأصباح جمع صبح والإصباح المصدر أصبح يصبح إصباح يعني يشير إلى بزوغ الفجر قال فالق الإصباح هذا هو الله وجعل الليل سكنا وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أنه جعل الليل تسكن فيه المخلوقات أو كل المخلوقات إلا قليل من المخلوقات التي تدب في الليل لكن الله قد جعل الليل سكنا للمخلوقات تسكن فيه وقال في سورة النبى وجعلنا الليل سباتا وجعلنا الليل سباتا قال والشمس والقمر حسبانا يعني جعل الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر حسبانا فكأن هذا يعني رد على من اتخذها آلهة يعبدها من دون الله من قوم إبراهيم كما تقدم معنا أنه كان قوم إبراهيم يعبدون الشمس ويعبدون القمر من دون الله سبحانه وتعالى وكان ذلك أيضا صنيع بعض الناس في زمان سليمان كما في قصة الهدهد عندما قال إني وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله نعم فيقول الله والشمس والقمر حسبانا يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل من فوائد الشمس والقمر أنها تستخدم في الحساب حسبانا يعني تكون وسيلة لضبط حساب أيام الناس ومواسم الناس وهي كذلك إلى اليوم فنحن يعني نمشي الآن في تواريخنا الهجرية الآن بطلوع القمر ومنازل القمر والشمس الآخرين ذلك تقدير العزيز العليم يعني كل هذه المخلوقات خروج الفجر وقدوم الليل والشمس والقمر وطبعا هي مرتبطة طبعا الليل مرتبط بالشمس أعفوا ناشل الليل مرتبط بالقمر والنهار مرتبط بالشمس فيقول ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى إشارة إلى دقة خلقه سبحانه وتعالى ولذلك إذا قامت القيامة يكون من علامات القيامة خلاص تفقد هذه الأجرام السماوية الضخمة تفقد يعني انضباطها وانتظامها وذكر الله كيف تكون في آيات كثيرة من القرآن الكريم فقال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت بمعنى تفرقت وذكر ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت كل هذا إشارة إلى قيام القيامة أما قبل القيامة فهي منتظمة تسير بحسبان دقيق لا تتقدم ولا تتأخر وهذا من تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى ولاحظوا كيف أنه عبر بهذين الأسمين العزيز العليم العزيز لأن هذه المسألة تحتاج إلى قوة والعزيز هو القوي الغالب سبحانه وتعالى والعلم والإحاطة أيضا هي من مستلزمات القوة والملك فوصف الله بها نفسه في هذه الآية ثم قال الله يصف نفسه انظروا سبحان الله العظيم إلى الأوصاف لاحظ قارن بين الأصنام وإمكانيات الأصنام التي يعبدها هؤلاء وبين صفات الله سبحانه وتعالى جل وعلا وكل ما يذكره حق يعني كلنا نؤمن به ونقر به ثم يقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يقرر هؤلاء المشركين بأمرهم في أمس الحاجة إليه ويعرفونه ويعيشون عليه وهو أنهم يهتدون بهذه النجوم في السماء فيقول هو الذي خلقها لكم وهو الذي جعل لكم شوفوا حتى من فضله سبحانه وتعالى وإقامة حجته أنه يقول وهو الذي جعل لكم فقدمها امتنانا عليهم قال النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون يعني قد وضحنا الآيات وفصلناها بالتفصيل لقوم يعلمون إما أن تكون لقوم يعلمون يصفهم بأنهم فعلا يعلمون كل هذه الحقائق ولكنهم يجحدون وإما أن تكون فيها حث على العلم بهذه الأمور لتكون زادا للإيمان ومعينا عليه ثم يقول وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام فمستقر ومستودع ما أكثر كلام المفسرين في المقصود بالمستقر والمستودع فبعضهم يقول المستقر هو رحم أمهاتنا رحم النساء أرحم النساء والمستودع هو القبر لأن المستقر الذي يستقر فيه مواقة والمستودع الذي يستودع فيه أيضا لكن أطول مدة أطول وكل الأمثلة التي تذكر فهي من باب الأمثلة القبر والرحم أو ما شابه ذلك لكن المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أب واحد وقد قدر الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات فلكل واحد مننا مكان يستقر فيه في رحم أمه ويتنقل فيه وقبر يستودع فيه ونحو ذلك وفيها طبعا روايات كثيرة عن السلف لكن هذه خلاصتها ثم يقول قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أي نحن نفصل الآيات لك يا محمد ونفصل الآيات في هذا الكتاب وهذه الحجج لقوم يفقهون يعني يفهمون ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى حججه وفي هذا مدح لمن للفقه وأنه هو الذي يعينك بإذن الله تعالى على زيادة الإيمان والطمانينة ثم يقول أيضا في وصف نفسه وهو الذي أنزل من السماء ماءا المطر لا ينزل المطر إلا الله فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا الخضر هو النبات الأخضر الذي لا ساق له مثل بداية القمح أو الشعير فإنها تخضر منها الأرض وتنبت شيئا فشيئا هذا المقص الذي يسميه الخضر فيقول فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا لاحظوا الآن حبة القمحة لما تزرعها فتنبت تنبت بشكل أخضر صغير ثم تنبت لها السنبلة والسنبلة يكون فيها بدل الحبة كما يعني أضعاف كثيرة ليس كذلك فسما قال حبا متراكبا يعني بعض السنبلة كما قال في كل سنبلة مائة حبة وبعض السنابل قد تكون أكثر من مائة حبة حسب يعني المزرعات قال حبا متراكبا ومن النخل أيضا يمتن الله علينا بما أنبته لنا من النخل ومن النخل يعني أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا أيضا النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية يقول أيضا أنا جعلت لكم النخيل والنخيل أنواع القنوان هو عذق التمر أو عذق البلح ومن طلعها يعني ومن ثمرتها قنوان دانية يعني عذوق من النخل أو من التمر الداني الذي يمكن أن تناله بسهولة وهذا بعض أنواع من النخيل تكون يعني قريبة من القصيرة وليست يعني طويلة قنوان دانية وجنات من أعناب والجنات في اللغة هي البساتين سميت البساتين جنات لأن الذي يدخل داخلها يختفي عن الأنظار وتذكرون أننا ذكرنا في قوله فلما جن عليه الليل يعني ستره بظلامه فكذلك سميت البساتين جنة لأن الذي يدخل داخلها يختفي عن الأنظار سميت جنة وجنات من أعناب الأعناب يعني العنب المعروف والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ذكر الله هذه الثمار بالذات قالوا لفضلها الزيتون والرمان والعنب ثم قال مشتبها وغير متشابه مشتبه في شكله بحيث أنك إذا رأيت بعض الشجر أحيانا ما تفرق بين هذه وهذه للاشتباه في ورقها مثلا أو في شكلها العام هذا المقصود بالمشتبه وغير متشابه في ثمره في ثمره مختلف ولذلك حتى الشجر الواحد أحيانا تختلف في ثمرتها لاختلاف الماء أو أحيانا تختلف في ثمرتها مع اتحاد الماء أيضا فهذا كله من عظمة الخالق سبحانه وتعالى والذي يقرأ منكم وأنا أنصحكم بذلك يقرأ في كتب النباتات ويقرأ في كتب الأحياء الدقيقة ويقرأ في كتب الخلق خلق الإنسان وتطوره يعني يذهل من هذه التفاصيل ومن هذه الحقائق العلمية التي وجدها العلماء والباحثون وكلها تدل دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الخالق القادر المستحق وحده للعبادة يعني هذه الأمثلة التي يذكرها الله لنا أمثلة فقط لكننا نحن ندرك منها بقدر علومنا فنحن الآن عندما نقول إن الله فالق الحب والنواء نعم نحن نعرف أنك إذا ألقيت الحبة تنفلق وتنبت لكن ما رأيك لو تتبعت كيف تنفلق هذه الحبة ثم علمت أنها لو كانت درجة الحرارة التي ألقيت فيها هذه الحبة تزيد قليلا أو تنقص قليلا ما نبتت هذه الحبة وإذا علمت أيضا أن الموسم إذا فات فإنها لا تنبت وما رأيكم في أمر أشد عجبا وهو أن النمل تعرف هذه الحقائق فتأخذ الحبة تأخذ الحبة فتقسمها قسمين حتى لا تنبت في المخزن والشعيرة لو قسمتها قسمين لنبتت فتقسمها أربعة أقسام وحقائق مذهلة كلها تزيد الإنسان يقينا بأن الله هو الخالق الواحد ولذلك يقول فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا وهو الذي قال مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وهذه دعوة أيها الأخوة إلى التفكر في هذه المخلوقات في المزرعات صاحب النخيل المفروض يتفكر في هذه النخلة وهو أعرف الناس بها يعرف أنها إذا لم تقلم لن تنبت إذا لم تلقح لن تنبت إذا لم تسقى بطريقة معينة لن تنبت حتى يجنى الثمر بطريقة معينة يفسد إذا وهكذا كل هذه الحقائق يعرفها التاجر من هو الذي أودع فيها هذه الخصائص من هو الذي يحفظها ولذلك عندما أراد الإخوة الثلاثة أن يمنعوا الفقراء في قصة أصحاب القرية أصحاب الجنة نعم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فقال الله فطاف عليها طائفهم من ربك وهم نائمون طاف عليها يعني جاءها عذاب في الليل وهم نائمون فأصبحت كالصليمة أيها فتنادوا مصبحين طيب أنتوا الآن مخططين تخطيط حتى توفرون أكبر كمية فذهبت كلها يا أخواني سبحان الله العظيم هذه الآيات لا تزيد الإنسان إلا إيمانا بالله ويقينا بأنه هو المستحق للعبادة وأنه الخالق الرازق المعطي الماء وتقال إنها بهؤلاء الحمق والمغفرين الذين يعبدون هذه الأصنام لا مقارنة ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال أتتخذ أصنامنا لها إني أراك وقومك في ضلال مبين ثم تأتي عند خلق الله سبحانه وتعالى وانظر ماذا يقول قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وينعه يعني إذا الينع هو استوى يعني استوى أينعت الثمار إذا استوت إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ترجع الصورة مرة أخرى إلى المشركين الحمق والمغفلين فهي مرة تذكر لك الأدلة وتذكر لك قدرة الله ثم ترجع مرة أخرى فتصور لك في الجانب الآخر ماذا يفعل هؤلاء المشركون فيقول وجعلوا لله شركاء جعلوا لله شركاء شركاء مفعول به أول لأن جعل تأخذ مفعولين مثل اتخذ وصير وجعل وهذه بالمناسبة يا أخواني مهم أن نحو جدا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى النحو مهم جدا النحو الذين يدرسوا أبناؤنا في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي ضروري جدا مهم جدا قواعد البسيطة القواعد اللي هي المرفوعات والمخفوضات هذه مهمة جدا فيقول الله وجعلوا لله يعني وجعل هؤلاء المشركون لله شركاء الجن مفعول به ثاني ها وجعلوا لله شركاء كلها تجي لكن طبعا نظام الآية كما هو وجعلوا لله شركاء فكأن سائل سأل من هم هؤلاء الشركاء قال الجن فبعضهم يصح أن تعربها مفعولا به ثاني وجعلوا الله شركاء ويكون الجن هنا مفعول به ثاني ويجوز أن تقول وجعلوا لله شركاء الجن يكون بدل نعم وجعلوا لله الجن يعني آلهة يعبدونه وشركاء من دون الله وهناك من يعبد الجن هناك من يعبد الجن ويستعيذ بهم كما ذكر الله في سورة الجن في قوله سبحانه وتعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق نعم فهناك من كان يعبد الجن من دون الله سبحانه وتعالى وخلقهم يعني يقول وجعلوا لله شركاء الجن وهو الذي خلق الجن فكيف تعبدون المخلوق دون الخالق وخرقوا له خرقوا له بنين وبنات بغير علم خرقوا له أي نسبوا له وزعموا أن الله سبحانه وتعالى له بنات وبنين وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون أي نسب هؤلاء المشركون لله الولد ونسبوا له البنات وقالوا إن الملائكة هم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير ولذلك قال سبحانه وتعالى عما يصفون أي عما يقولون ويكذبون ويختلقون بديع السماوات والأرض كما مر معنى فاطر السماوات والأرض نفس المعنى بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق أنا يكون له ولد يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي ولم تكن له زوجة لأنه لا يكون الولد إلا من زوجة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ألاحظوا أيها الإخوة هذا الجهل العظيم الذي كان مطبقا على هؤلاء الكافرين المشركين كيف ينسبون لله سبحانه وتعالى الولد وينسبون له البنات ويعبدون معه الأصنام وهو الذي يقرر لهم هذه الحقائق في الكون ويعرفونها ويعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وَالَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَهُمْ لَدَيْهِمْ هذا ولكنهم يرحمك الله يا أخي ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نعم هو ربنا وهذه الآيات التي ذكرها الله تستحق يستحق من يفعلها أن يعبد إن الله فالق الحب والخالق والرازق وهو وهو هذه كلها تدعو للعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده فيقول ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ يعني صاحب هذه الأوصاف وصاحب هذه الكمالات وصاحب هذه القدرة هو ربكم الحقيقي الذي يستحق أن يعبد ولاحظوا حتى أنه يعبر فيقول ربكم والرب إذا جاء التعبير بها أيها الإخوة فهو مستصحب أو مستصحب لمعنى التربية والرحمة والشفقة واللطف فكل هذه معاني تدعو من يستمع إليها إلى الإيمان به سبحانه وتعالى يعني كأنه وهو القاهر والقادر الخالق الذي فيه كل هذه الصفات وبالرغم من ذلك هو رحيم بكم فيقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو توحيد خالق كل شيء استدلال بالربوبية فاعبدوه يعني مدام أنه هو الخالق كل شيء وهو القادر وهو القاهر فاعبدوه فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار ما معنى لا تدركه الأبصار؟ هل معناها لا تراه الأبصار؟ لا تحيط به أو لا تحيط به المقصود لا تحيط به الأبصار لأن المؤمنين في الآخرة يرون ربهم كما ثبت ذلك في الأحديث الصحيح ولذلك نحن نقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار يعني وهو محيط بها سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير واللطيف من اللطف وهو يعني لطف التأتي لما يريده سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم هذه الأدلة وهذه الحجج بصائر جمع بصيرة أي حجة ظاهرة واضحة لمن أراد الله هدايته فيقول قد جاءكم بصائر من ربكم أدلة وحجج وبراهين واضحة فمن أبصر فلنفسه يعني فمن استجاب وأبصر هذه الحقائق فلنفسه يعني فخيره لنفسه وبره لنفسه وإيمانه لنفسه لا ينتفع الله بإيمان إيمان المؤمن ولا يضره معصية العاصي سبحانه وتعالى ولا يزيد في ملكه إيمان المؤمنين جميعا ولا ينقص من ملكه كفر الكافرين جميعا سبحانه وتعالى قال ومن عمي فعليها يعني فعلى نفسه وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون يقول يا محمد نحن نصرف الآيات ونأتي بها على هذا الوجه وعلى هذا الوجه لكي يؤمن من أراد الله إيمانه وتقوم الحجة على من أراد الله به أو من أراد الله تعذيبه فلا يعذب إلا وقد قامت عليه الحجة وسوف يقول الناس بالرغم من كل هذا الذين كفروا بك من مشركي قريش ومن غيرهم درست هنا ما أخوذها من الدراسة ومعناها هذا الكلام الذي جئت به يا محمد أساطير الأولين أخذتها من هنا وهناك ودرستها على فلان وفلان ولذلك قال الله عنهم في سورة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة نفس المعنى وليقولوا درست يقولون الله هذا الكلام الذي جبته يا محمد أنت ما أخذ من التوراة وما أخذ من الإنجيل مجمع أهلنا ومسميه قرآن بلرغم من كل هذه الحجج سيقول لك أناس هذا الكلام وفعلا سبحان الله العظيم هذه الحجج الموجودة في سورة الأنعام وهذه الشبهات الموجودة قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم وقيلت لموسى وقيلت العيسى وتقال اليوم هناك الناس اليوم يكتبون من المستشرقين ومن غيرهم يقولون القرآن الكريم من عند محمد استفاده من بعض علماء اليهود الذين التقى بهم ما شاء الله من هم أصلا من علماء اليهود الذين يعرفون مثل هذه الحقائق ما فيه لا بحيرة ولا كبروا موضوع بحيرة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لقي وهو في رحلته إلى الشام راهبا يسمى بحيرة فجعلوا هذا اللقاء كأنه امتد عشرين سنة إن صح إن صح أنه لقيه فهو لقاء عابر يعني واش تاخذ واش تخلي في لقاء عابر صغير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث حينها ولم يخطر على باله أنه سيكون نبيا قط ولذلك قال وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم فزع لما جاءه جبري الأول مرة كما تعرفون في القصة وذهب إلى خديجة وهو يرجف فؤاده ما كان يتشوف إلى نبوة ولا ينتظرها عليه الصلاة والسلام فهؤلاء بالرغم من كل ذلك يقولون أكيد أنك درستها هنا ولا هناك وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون دائما أي والإخوة أي حجة تحتج بها وأي دليل وربما حتى هذا الكلام الذي أقوله أنا الآن في هذا المكان ربما يستمع إليه رجل عنده شك فيؤمن وربما يستمع إليه شخص معاند فيزيد كفرا وربما يستمع إليه وهذا الكثير يستمع إليه رجل مؤمن أو امرأة مؤمنة فيزيده هذا طمأنينة وإيمانا فالله سبحانه وتعالى يقول نصرف له ليقولوا درست وأيضا لنبينه لقوم يعلمون هم يعلمون ولكن نزيده بيانا وهذا دليل أي والإخوة على أنه لا ينبغي للداعية أن يمل من بيان الحقيقة وإقامة الدلائل عليها والتذكير بها وعرضها في أكثر من طريقة فهذه هي البضاعة التي لا ينبغي أن يمل المؤمن والمعلم من عرضها وتكرارها لأنها بضاعة رابحة بإذن الله تعالى وهي بيان هذا القرآن الكريم للناس ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة اتبع ما أوحي إليك من ربك الله ما أجمل هذا التوجيه يا أخوان يعني تعالي يا محمد أنت نبينا نبي ورسول ولك مكان عظيم وإلى آخره وهذا الكتاب ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه وفيه احتجاج له انظر ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك بس لا تغير ولا تبدل اتبع ما أوحي إليك من ربك النبي صلى الله عليه وسلم دوره دور المتبع فقط يتبع ما يتلى عليه وما يوحى إليه من ربك فيها فوائد أولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يتبع ومن باب أولى أن يكون الخطاب متجها لمن؟ لأتباعه أيضا لا تبتدع وهذه معضلة نعاني منها في حياة المسلمين اليوم يأتيك من يبتدع ويضيف أشياء كثيرة في الدين يأتيك ببدع في العبادة وبدع في الصلوات وبدع في المناسبات وبدع في الأذكار وبدع في الهيئات ما أنزل الله بها من سلطان لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه ما لها داعي ما لها داعي الله يقول اتبع ما أوحى إليك من ربك حسبك ونحن أيضا نقول هذا لأنفسنا اتبع ما أوحى إليك من ربك كثر خيرك لا تزيد فذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن بلغه بالفرائض قال والذي نفسي بيده لا أو الذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال أفلح إن صدق ثم يقول لا إله إلا هو اتبع ما أوحى إليك من ربك هذا الرب الذي أمرتك بالاتباعه لا إله إلا هو لاحظون كيف تكرر هذه الكلمة لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الإعراض عن المشركين ما معناه معناه أنهم سوف يضايقونك مضايقة شديدة ماذا تفعل أعرض عنهم أنت مأمور بأن تتبع وتبلغ وإذا لم يستجيبوا فأعرض والإعراض هو أن تعطيهم زي ما يقولون المصريين عرض اكتافك إذا قالوا المصريين وريني عرض اكتافك هذا معناتها يعني أعرض يعني تعطيهم تنظر إليه يعني لا تعطيهم أي اهتمام أعرض عن المشركين ولذلك انظروا كيف يعني الله سبحانه وتعالى صور الرجل الذي يكفر بالنعمة بعد أن يعطيه الله النعمة فيقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه شوفوا الكبر وكيف يصور الصورة أعرض وفي آية أخرى قال مرة كأن لم يدعنا لا ضر مرة متجاهل فالله يقول هنا تجاهل هؤلاء المشركين أعرض عنهم لا يهمونك وهذا فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السورة سورة الأنعام من أعظم السور التي وردت فيها تثبيتات للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في موقف في حاجة إلى الثبات وهذا دائما المناظر أيها الإخوة والمجادل أنا الآن لو أتجادل أنا واحد منكم الآن أنا في أمس الحاجة إلى الثبات وهذا هو دور المشجعين دائما حتى في المسابقات المشجعين يثبتون المتسابقين فالله سبحانه وتعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة في مواضع كثيرة أعرض أثبت اتبع قل 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 كل هذا من التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركه لو أراد الله سبحانه وتعالى لآمن الناس كلهم جميعا ولما كان هناك مشرك على وجه الأرض وكانوا الناس أمة واحدة لكن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم حكمة إلهية لا تقول لي لماذا لكن أنت اتبع استمسك وفي آية أخرى قال فاستمسك بالذي أوحي إليك هذا أشد من الاتباع الاتباع أنك تتبع شيء يمشي وأن تتبعه هذه الكتاب وهذا الذكر وأنت تتبعه لكن استمسك كأنك غريق وتستمسك بهذا بهذا طوق النجاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدي قال عضوا عليها بالنواجذ ما يمكن أصلا أنك تعض على السنة بالنواجذ صح لكنه تصوير لشدة التمسك حتى لا تسقط يمينا أو يتسقط يسارا ثم يقول ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظة وما أنت عليهم بوكيل هذا فيه تحديد لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجرد مبلغ أنت لاستحفيظ لاسترقيب لا تتعب نفسك حسرة عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على قومه يغضب ويحزن عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا كل هذا فيه إشارة إلى شدة رحمته عليه الصلاة والسلام بقومه ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا ضلال هؤلاء النفوس متشوفة إنها تسب هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هذه الأصنام وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك فيسبون آلهة المشركين فكان المشركون يسبون الله فذهب المشركون إلى أبي طالب وقالوا له كف عنا ابن أخيك وعن سب آلهتنا وإلا فسوف نهج آلهته فأنزل الله هذه الآية العظيمة يعني الآن نحن نسب الأصنام هذا مشروع ترى أنك تسب الأصنام لكن إذا كان سبك للأصنام سيكون ذريعة إلى سب الله تعالى فيحرم عليك سب الأصنام وهذا رائع جدا يا والإخوة وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع هذه المسائل أنها إذا كانت الوسيلة التي تتبعها سوف تفتح عليك شرا أعظم من الخير الذي ترجوه فإنها تحرم لذلك وهذا يقول أن الوسائل لا أحكام المقاصد فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا أي ظلما بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم أي الله سبحانه وتعالى لإصرارهم على الضلال زينا لهم أعمالهم فأصبحوا يرون في عبادة الأصنام وفي السجود لها أنها هي الحق الذي لا شك فيه وهذا من الخذلان والعياذ بالله قال ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم أقسم هؤلاء المشركون لإن جاءتهم آية أي آية باهرة مقنعة هذه الآيات التي جئت بها يا محمد هم يقولون ذلك يقولون هذه الآيات التي جئت بها غير مقنعة لنا صراحة يعني القرآن وانفلاق القمر غير مقنعة لنا إلى حد الآن طيب ماذا تريدون قالوا أن نريد آية أعظم من هذا كله فيقول الله سبحانه وتعالى مصورا لحالهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية وسعهم الجهد هو الوسع والطاقة كما قال وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ يعني طاقتَهُمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ يعني آية عظيمة لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا وهم يكذبون في هذا فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما الآيات عند الله أنا ما لي علاقة في الآيات أنا مجرد رسول أبلغ جاءتني آية هي من عند الله سبحانه وتعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون الخطاب في هذه الآية قال نفسرون أنه للمؤمنين لأن بعض المؤمنين عندما سمع مثل هذا الكلام من المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مدام أنهم أقسموا إن لو جاءتنا آية أعظم من هذه سيؤمنون فيعني أسأل ربك تأتيهم آية ولذلك قالوا في سورة الفرقان وقالوا لن نؤمن حتى لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تنزل أو تكون لك آية يعني كلها يعني تعجيز من صحة التعبير أو تجعل لنا أو سلما فنرقى طيب لو أعطيناكم كل هذه كلها لن يؤمنوا فقال الله سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون يعني هل تعلمون أيها المؤمنون أنها إذا جاءت هذه الآيات فلن يؤمنوا لأن هؤلاء لا يطلبون شيئا يقنعهم لكي يقتنعوا هؤلاء مكذبون معاندون وقد علم الله أنهم لن يؤمنوا ثم يقول الله سبحانه وتعالى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُّهُمْ في طُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُونَ يعني يقول لعلمنا بأنهم مكذبين معاندين فلن نهديهم إلى الحق ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا يهتدون إلى الحق ونذرهم في طُغيانهم يعمهون والعمه أن تكون ترى ببصرك ولكنك لا ترى ببصيرتك ولذلك يقولون ألعمه للبصيرة كالعمى للبصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان به وبكتابه وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا العمل به وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ونكتفي بهذا في هذا المجلس ونلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر